وبسازن حضراتك يا فندم ان احنا نفتتح عدد من المشروعات الكبيرة اللي النهاردة بنبدأها افتتاح المرحلة التانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المينيا حتى القوسية وبيقوم بالافتتاح المهندس مصطفى مسعود مهندس مصطفى مسعود مساء الخير يا فندم مهندس محمد اسماعيل الهائة العامة للطروة الكبارة وزارة النقل المشرف على مشروع تطوير ورافع كفاءة الصحراوي الغربي من المينيا حتى القوسية بطول 60 كيلو متر بعدد 6 حرات مرورية لكل اتجاه مقسمة الى 3 حرات مرورية لعربات المركبات وسلاث حرات مرورية للشاحنات مرصوفة باستخدام الرصف الخرصاني في الاتجاه القادم من السيوت الى القاهرة والطريق يعتبر احد قطاعه الطريق القاهرة كي بتوين للربط بافريقيا بالاضافة الى اعمال الانفاء للتقطعات الرئيسية مع الطريق الف شكرا يا فندم شكرا مشروع التاني افتتاح مزرعة غرب غرب المينيا النموذجية مساء الخير يا فندم دكتور هاني عبدالعاطي درويش وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمشرف على مزرعة الانتاج الحيواني بغرب غرب المينيا استازن سيادتك يا فندم بشرح توضيحي لمزرعة الانتاج الحيواني لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المينيا التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المزرعة يا فندم اقام على مساحة 15 فدان بطاقة استعابية 1500 رأس تم انشاء المزرعة يا فندم لتكون نموذج عملي لمزارع الانتاج الحيواني بالمنطقة والمحافظات المجاورة للاستفادة من هذا النموذج في تدريب وارشاد المزارعين بالمنطقة لانشاء مزارع اخرى وتوفير السلالات المحسنة عالية الانتاجية وتوزيغها على صغار المزارعين المزرعة يا فندم مكونة من 25 عمبر تربية بالاضافة الى 1 عمبر عز وصور خارجي على كامل مساحة المحطة ومتوفر بها مخازن اعلاف وسيلاج وعدد اتنين محلب بقدرة 24 نقطة ومجهزة بالمعدات والمولدات اللازمة لعملية التشغيل المزرعة يفتح بها عدد حالي 1300 رأس موزعة ما بين امهات وطلائق وعجلات عشار وولادات زكور واناس المزرعة يا فندم تم بيع وتوزيغ 450 رأس عجلات معشار محسنة على صغار المزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة بالاضافة الى 350 طلوءة محسنة تم توزيعها على الكرة لتحسين الناس شكرا يا فندم شكرا افتتاح المرحلة الاولى من محطة معالجة المينيا الجديدة مهندسة نجاد محمد عثمان كلاني معاون رئيس جهاز المينيا الجديدة أستاذ انسيادتك يا فندم في افتتاح المرحلة الاولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي كمرحلة اولى ضمن محطة طاقتها الإجمالية 140 ألف متر مكعب يومي مكونات المحطة مدخل ومصافي أحواض ترسيب ابتدائي أحواض تهوية أحواض ترسيب نهائي أحواض مسج بالكلور أحواض التكفيف وأخيرا المعالجة السلاسية باستخدام المرشحات الرملية المياه الناتجة من المحطة المعالجة السلاسية استخدمها في رأي المسطحات الخضراء بالمدينة شكرا لسيادتك يا فندم شكرا المشروع الأخير مصنع تدوير المخلفات البلدية بتون الجبل تمام يا فندم لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المينيا أسازي سيادتك في افتتاح مصنع المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة تون الجبل مركز ما له محافظة المينيا تنفيذا لتوجيهات سيادتك بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على البيئة واستقلال المخلفات بصورة مناسبة وعالية وبالتعاون مع وزارة البيئة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي ويجال منفذة لهذا المشروع وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تصنيع هذا المصنع والاستعانة بخبرات دولة كوريا الجنوبية تم إنشاء هذا المصنع على مساحة 11 فدان وبتكلفة إجمالية تصل إلى 90 مليون جنيه ليوفر عدد 100 فرصة عمل ويعمل بطاقة 20 طن ساعة يتكون المصنع من منطقة رئيسية وهي منطقة التشجيل ثم منطقة الإدارية الخلفية ومنطقة الميزان تمر مرحلة تدوير المخلفات بأربع مراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة فض الأكياس باستخدام المفرمة الابتدائية المرحلة الثانية وهي مرحلة فصل المواد العضوية عن المواد الغير العضوية باستخدام المنخل الدواري خشن المرحلة الثالثة وهي مرحلة فصل المواد العضوية وإنتاج السماد العضوي المرحلة الرابعة وهي مرحلة إنتاج الوقود البديل والذي يستخدم في تشغيل مصانع الأسمنت بديلا عن الوقود التقليدي شكرا يا فندم شكرا